بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشطاق كم أهلتنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منار وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وأن طلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما تنعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خذاء رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملق السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاب وتمود وقوم نوط وأخاب الأيكه أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود للأيد إنه أواب إنا تفكرنا الجبال معه نسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ القصي إذ تثوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تقف خصمان بغوا بعضنا على بعض فحق بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أكي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكتلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من القلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وفر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لجلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحق بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يظلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالكجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ غرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد الحجاب ردوها عليه فطفق مسحا بالسوط والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناق قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فتذكرنا له الريح تجري بأمره رقاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاء لا فم أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لذنفى وحزن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أرقض برجلك هذا مبتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ظرفا فاضرب به ولا تحنس إنا وجبناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وجلتك وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عب مفتحة لهم الأبواب متقين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعزون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاب هذا وإن للطابين لشر مآب جهنم يصلونها فبئسا لهاب هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فذره عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعذهم من الأشرار أتخذناهم تخريا أم ذاغت عنهم الأبطار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس التكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من رطين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنك إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأبوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم علي من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين